ولم يقتصر التشجير على التعليم العالي فقد أطلقت وزارة التربية حملة كلنا نزرع الداعم للبيئة الخضراء المستدامة وفي سياق التوجيهات لاستدامة الأماكن الخضراء بادرت المديرية العامة لتربية في صلاح الدين بإطلاق حملة تشجير واسعة بمناسبة اليوم العالمي للتشجير في عموم مدارس قضاء تكريتة والتي تهدف إلى تحويل الحضائق المدرسية إلى مساحات جاذبة في خطوة تركز بالدرجة الأساس على ترسيخ التعاون وحب المساعدة والحفاظ على البيئة المدرسية في نفوس التلاميذ والطلبة اليوم وحسب توجيهات السيد وزير التربية المحترم وتوجيهات السيد مدير عام تربية صلاح الدين المحترم وبتعاون الوحدة الزراعية في مديرية تربية صلاح الدين وقسم شؤون المرأة شعبة شؤون المرأة قمنا بهذه المناسبة في 12 آذار يوم التشجير العالمي بزراعة الأشجار في بعض المدارس في مدينة تكريت كانت هناك حملة شارك فيها مجموعة من الطلاب وحملة توعوية أيضا وكانت فيها محاضرات إرشادية أيضا شارك الطلاب وبعض الأساتذة في عملية الزرع ومساعدة الطلاب على عمل الزرع وتعليمهم آلية الزرع وزرع روح ومحبة الزرع في قلوبهم لأهمية الحدائق لأهمية هذا المتنفس للطلبة كل مدرسة بحاجة إلى حديقة وإلى متنفس يكون مشاط للطلاب وسعيهم لعبهم أيضا أيضا محفز يكون لهم دراسي تزامنا المبادرة التي أطلقها سيادة رئيس الوزراء وتزامنا مع اليوم الوطني للتشجير اليوم 12 آذار طبعا اليوم كان ثاني أيام رمضان المبارك بس إصرارنا على مشاركة بهذه المبادرة قامت مدرية تربية صلاح الدين شعبة شؤون المرأة تشجير عدة مدارس طبعا بالتعاون الوحدة الزراعية اللي استحدثت جديدا في مديريتنا وأيضا بالتعاون ويحملات الخير مشكورين جدا زودونا الأشجار أيضا وشاركون الأطفال بالمدارس أيضا زرع نسوية طبعا كل شيء يسعدنا إحنا مشاركة المدارس والطلاب لأن إحنا طبعا دائما نقول أنه إحنا التربية قبل التعليم فحلو نزرع روح المواطنة روحة أنه لازم الطفل يكون شون يتعلم يزرع يحافظ على بيته فشاركنا بعض المدارس من الثانويات ومن الابتدائية شاركونا بزراعة الأشجار حتى تنزرع بهم هاي روح المواطنة